يا مسائل فل عليكو على كل مشاهدين قناة هيا وبرنامج فري تايم النهاردة عندنا تريند الاسبوع عن عمل فني عامل تريند جامد جدا ولكن خلوني اسألكوا الاول وانا عارفة ان معظم المشاهدين للقناة هما من الستات والبنات هسألكوا سؤال مهم اوي انت كست ممكن تضحي ببيتك وولادك في مقابل ان انت تحققي ذاتك وتنجحي في كريرك وتبقي معروفة فيه وليكي اسم ممكن اصلا ما تتجاوزيش ممكن تتجاوزي وتكرري انك تحرمي شريك حياتك منه يكون اب بس عشان انت عامدك هدف وشايفة ان الخلفة والحمل والولادة والحاجات دي هتعطالك عنها ممكن انت نفسك تبوزي الفطرة اللي انت عايش عليها ومولودة بيها وتخل فيها ان هي فطرة الامومة لان طبعا معروفة عن انا كلنا واحنا بنات صغيرين بنجيب العروسة الصغيرة ونأكلها ونشربها ونعمل لها ماما لان احنا كلنا مولودين بفطرة الامومة ممكن تتخلي عن كل ده بما فيهم فطرتك علشان بس تتحقيق ذاتك هو ده اللي حصل في مسلسل بين السطور انا طبعا عايز اعرف رأيكو كحالة عامة انت لو في مكانها تعملي ايه مسلسل عامل قلق كده وترند وعمل من وقت عرضه قلق كبير قوي فيه ناس معه وفيه ناس ضد طبعا الجميلة صبع مبارك والنجم المتميز احمد فهمي وكل كرول عمل فعلا فعلا مميزين فاحنا طبعا بمبارك لهم على العمل الجامد ده اللي عامل قلق وعمل ترند ولكن برضو هو المسلسل مقتبس من دراما كوريا ولكن احنا كمصريين وكعرب عملنا المسلسل بالتاتش الحلوة بتاعنا مسلسل بينقش مشكلة مهمة اوي منتشرة دلوقتي بنسبة كبيرة اوي فيما بين البنات والجيل الجديد والسيدات اللي من جيلنا واصغر مننا البنت بتتخلى تماما عن مسؤولية جوزها وبيتها وولدها يعني لو هي متجوزة ومخلفة مقابل انها تحقق ذاتها انا ممكن اسيب بيتي ولادي ومعرفش عنهم حاجة مقابل ان انا انجح في كاريري وابقى فضيعة وانجح واشهر واحدة فيه وليه اسم وممكن ما تخلفش خالص علشان انا مش عايز حاجة تعطاني الفنانة الكبيرة سابة مبارك عاملة دور مزيعة مشهورة بتاخد جواز كتير ومتميزة في الاعلام جدا وبقى ليها وقت يعني بقى ليها اسم بقى ليها سعر كده في السوق وهي قالت انا دست على نفسي كتير وعملت حاجات كتير وتبهدلت كتير قوي عشان اوصل للكرسي ده ولمكانة دي لكن فيه مشهد هي بتكون حامل فيه فبتكرر بدون تفكير انها تتخلص من بابي انا مش عايزها ليه عشان هيطلعني عن شغفي هيبنعني عن شغلي انا مستنيني مستقبل كبير جدا جدا والحاقدين والمنافسين لو شافوا ان انا عد هيستغل الفترة دي وهموت مش هيكون ليه دور اسمي هيموت في الشغل فشوفنا جوزها احمد فهمي هو بيقول لها ان انتي ستة انانية انتي انسانة ما بتفكريش غير في نفسك وفي حياتك انتي بس لكن ما بتفكريش في حياة غيرك لدرجة ان انتي قررتي تنهي حياة ابنك بمنتهى السهولة علشان هو هيعطلك فانتي انسانة مش لطيفة ومش انا مش كويسة وفعلا بدأ يعملها معاملة مش حلوة وبدأ يعملها بمعاملة جفة طول فترة الحلقات الاولى من المسلسل علشان بيعاقبها عندها لان هو عايز يبقى زوج ويبقى اب فهو بيختار زوجة وامة الولاد فهي قطلوا ان انا اكون ام دي مسئولية عظيمة جدا وانا ما قدرش عليها ولكن في ستات قدروا قدروا ان هم يبقوا امهات حلوين قوي وزوجات ناجحات وكمان سيدة عاملة نجحة هي قدر التوازن ما بين كل ده حتى لو بتيجي على نفسك شوية وبتبقى ستة حلوة كمان على فكرة يعني هي مش بتبقى امرأة ناجحة او قوية او زوجة كويسة او ام عظيمة بس لأ وبتبقى ستة حلوة ومهتمية بنفسها هي بتعرف تعمل ده كله عشان هي عندها هدف فبتيجي تقول انا بالنسبالي حاجي على نفسي شوية عشان اوصل اني انجح في كل اركان حياتي وفيه بنات وستات تانيت وكلا انا مش عايز اخلف انا مايلزمنيش ان انا اكون ام او مايلزميش اكون زوجة اصلا من الاول ما انا بشتغل ونجحة ومعايا فلوس وبعرف اقمن كل بيزكس بتاعت حياتي اجيب راجل ليه دايقني اجيب طفل ليه حميني مسؤولية فخلونا نعرف رأيكم وعايزين نهمنا قوي ان نسمع رأيي البنات والستات في المسلسل وكمان في موقف صبع مبارك وانتي لو في مكانها ومستنيكي مستقبل باهر ووراكي ماضي تعبتي قوي علشانه بس البيبي ممكن يعطلك شوية او هتخسري شوية خسائر في شغلك هتخسري البيبي ولا هتخسري شغلك مستنيين رأيكم وفاصل ونرجع لك دايما